بعد معاناة مع المرض ودع الفنان الكويتي عبد الكريم عبد القادر محبيه وعشاقه بعد رحلة امتدت لستين عاما في عالم الفن اثرى خلالها ساحة الفنية الخليجية والعربية بالعديد من الاعمال التي لا زالت عالقة في اذهان الكثيرين الصوت الجريح كما يطلق عليه محبوه ولد عام الف وتسعمائة وواحد واربعين وعمل في قسم الموسيقى بوزارة الاعلام الكويتية وكانت لطفولته بظروفها ومعاناتها تأثيرا على حياته الفنية الصوت الجميل تبناه اكثر من ملحن ومؤلف كانوا وراء معرفة الجمهور به حتى اصبح ابرز الاصوات في حقبة السبعينات والثمانينات والتسعينات في العالم العربي اغاني والبومات عدة صداها لا يزال يصدح في الشارع الخليجي والعربي حتى اليوم وذكريات لدى الكثيرين حملها صوت الفنان الكويتي مثل اجر الصوت وسر الليل يا قمرنا ومحال ورد الزيارة وآهي الاسم ريزين وتكون ظالم واكذب عليك فاز الفنان الراحل عبد الكريم عبد القادر بالجائزة الذهبية في مهرجان القاهرة الرابع كافضل فنان لعام الف وتسعمائة وثمانية وتسعين وحصلت اغنية شخ بارك على الجائزة الفضية كافضل اغنية مصورة كما كرمت المملكة الصوت الجريح في مهرجان شتاء طنطورة بمدينة العلا عام الفين وتسعة عشر نظير ما قدمه للفن والفنانين عبر مسيرته الطويلة ترجمة نانسي قنقر